تقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تتضمنه من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق إحدى فصول النضال الوطني التي ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة في وجدان الوطنية المصرية سيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطني في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن آمانه يعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترق يقدمون نموزجا يحتزى به في الالتزام والانضباط رجال صدقت عزائمهم يبذلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية